تحفة معمارية ضخمة ينسجم تصميمها والطابع العمراني العاصمي بعلو 110 أمطار يتربع 25 طابقا لبرج بنك خليج الجزائر AGB المقر الرئيسي العصري لهذا البنك ثمرة علاقة استراتيجية جزائرية كويتية تأتي هذه ثمرة هذا المجهود استكمال العلاقات السياسية متميزة والتي كانت آخرها قيام فخامة الرئيس عبد المجد تبون بزيارة إلى دولة الكويت في أواخر فبراير يعني قبل ثلاثة أسابيع تقريبا وهو ما يدل على استمرار التنسيق وترقية العلاقات السياسية المتميزة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي نحن بيصدد ما نراه من نتائج جميل موسى تماد الأساسي في النجاح هو تعاون وتفاهم السلطة في الجزائر على جميع المستويات ودلي على ذلك أن الحمد لله أننا طولها سنوات الحمد لله قاعد نحقق ربحية وقاعد ندرب كوادر وقاعد نقدم خدمة مميزة لعملانا افتتاح هذا الصرح البنكي المتكامل كان فرصة لإطلاق اسم أمير السلام الراحل سمو الشيخ صباح أحمد جابر الصباح على نفورة المبنى عرفانا وامتنانا الله يرحمه هذه مفخرة لنا أيضا عرفوا بأن هناك علاقة وطيدة مع دولة الكويت بين الجزائر والكويت قديمة جدا وتربطنا علاقة أخوية لهذا إنجاز ومفحرة لنا بنك وطليج الجزائر وفي ظل المناخ الاستثماري في الجزائر والعلاقات المتميزة بين البلدين يوسع استثماراته بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين